في الفيديو بتاع نهارده إن شاء الله نتعرف على برنامج جميل جداً تقدر تستخدمه في تحويل النص إلى صوت بجودة احترافية جداً وكمان تقدر تستخدمه في استنساخ الأصوات أو تقليد الأصوات خلانا نتعرف على البرنامج ده ولكن بعد الانترو السلام عليكم أنا أحمد ودي قناة ملسطة المعلومات لقاول مرة أتفرج على قلاتنا تأكد أن انت عامل لايك واشتراك عشان تتابع عندنا كل جديد وفي الفيديو بتاع نهارده إن شاء الله نتعرف على برنامج اسمه باكتر من ستة واربعين لغة طبعا من ضمنهم اللغة العربية. كمان تقدر تستخدمه في استنساخ اي صوت شخص تاني او تقدر تستخدمه في تقليد اصوات المشاهير. كمان بدعم جودات مختلفة زي و جودات تانية مختلفة للاصوات يعني وكلام من ده. او صياغ مختلفة لملفات الصوت. كل عليك عشان تستخدمها وتضغط على وننتظر لحظاتها عشان يبدأ معنا التحميل. صور تحميل الملف وفاتحة تظهر لك الوجهة دي كل عليك هتتحدد الخيار ده بعدك هتضغط على عشان يبدأ يثبت نفسه على الجهاز عندك. ونتجرب دلوقتي ازاي نستخدمه وازاي نقدر نحول اي نص الى صوت. يعني البرنامج ده تقدر تستخدمه في ان انت تدي له اي كلام وهو يحول لك الى صوت باللغة العربية بجودة احترافية. كمان تقدر استخدمه في ان انت تقلد اصوات المشاهير. وتستخدمها مسلا لو انت بتعمل قناة يوتيوب وعايز تحاكي شخص بيتكلم او كلام من ده. هننتظر لحظات الى حين الانتهاء وانشوف البرنامج من الوجهة الداخلية بتاعته وازاي ممكن استخدمه مع بعض. خلاص قرب ينتهي من التسبيت. هتو سهل لنا الوجهة دي كل عليك بعدك هتضغط على كلمة start now. طبعا هو بفتح للوجهة التركية بتاعة الموقع بيقول انت تقدر استخدم الخطة المدفوعة. بتكلفك حوالي سبعة وخمسين سنت في اليوم. يعني ما يعادل ستاشر دولار في الشهر. تقدر استخدمها وبيديك شوية الخاصص بتاعتها. تقدر تعمل كزا وكزا وكزا. تقدر تتعرف على الحاجات دي لو انت عاوز تستخدم الخطة المدفوعة. مباشرة هتفتح لنا الوجهة دي وبيعرفك شوية حاجات تقدر تستخدمها في الموقع. هضغط على على الكلام ده كله. في البداية طبعا احنا نجربه على اللغة العربية مش على اللغة الانجليزية. وتقدر استخدم الزكاة الاصطناعية في ان هو يكتب لك اي حاجة او مباشرة اكتب لي القصة بالشكل ده. وطبعا هو باللغة العربية الواحدة من غير منع احتاج اروح لشات جي بي تي ولا استخدم اي منصة تانية. هو من نفسه قدر يولد لي نصوص لو انا مسلا بكتب قصص او بكتب اي حاجة. طبعا هو ولد لي قصة قصيرة عشان اكتبت له قصيرة. لو قلت له قصة طويلة هيطلع لي عدد حروف اكتر. يعني معاك لحد خمس تلاف حرف. بعدك هتقدر تعمل قبيل لو انت هحابب تنسخه وتضعه هنا عشان تبدأ تستخدمه. بعدك هكل اللي عليك هتضعط على كلمة ولكن قبل ما تختار تحويل تحدد الشخصية اللي انت عاوز تحول لها النص ده. فمسلا اختار على هنا وبعدك هتقدر تحدد ناس كتير جدا. يعني هنا بيقول لك دول اصوات ناس حقيقية. البرنامج بيستخدمهم في توليد الاصوات. وعشان تسهل الوصول ل اي حاجة انت عاوزها ممكن تختار النوع الحاجة اللي انتهى هتسجلها. يعني مشاهد مشاهد اخبار ولا مشاهد كارتونية ولا مشاهد كومودية ولا مش هتغاضب وصوت رجل او امرأة حسب ما انت عاوز. فانا على سبيل المسال هنا اختار اول حاجة اللغة. مهم انا سيتقول لك عليها ان انت ممكن تحول لغة البرنامج كله العربية هتضغط على الترس ده كده بعدك هتختار على بعدك هتحدد هنا وتختار اللغة العربية عشان تسهل عليك استخدام البرنامج هتلاقي كل حاجة معك بيتأسهل. لو نزيل نتحت ممكن نحدد اللغة العربية كده هتلاقي الاشخاص اللي ممكن تستخدمهم باللغة العربية. فعلى سبيل المسال انا استخدم البنت دي ممكن اعمل معاينة ده الصوت بتاعها من خلال الزر ده كده. بعدك هضغط على استخدام. كل العلاب بعدك هضغط على كلمة تحويل. كان يوما جميلا في الصحراء. وكان يوما حلوا للطفل الذي كان يدعى عبدالله. كان عبدالله يتمتع بالسفر في الصحراء مع ابيه وعائلته. في طريقهم اكتشف. طبعا زي ما هتركوا سمعين الصوت مناسب جدا. بيقرأ لغويا صح. يعني ما مش بيجمله. هو لغويا بيقرأ صح بعكس برامج تانية كتير او مواقع تانية كتير. تقدر ممكن تروح على السرعة وتعدل السرعة لو عايزوا يتكلم بشكل سريع تيتكلم بشكل بطيء. كمان النغمة هنا تشوفها يكون الصوت عالي ولا الصوت توسط ولا الصوت ضعيف. كمان لو حاببت تضيف موسيقى تقدر تستخدم موسيقى هنا وبين سورس وتقدر تستخدمها بشكل مجاني. ولكن لو انت تستخدمها على اليوتيوب انصحك تستخدم مكتبتي اليوتيوب يكون افضل. عندنا حاجة اسمها الاستقرار ودي بتعدل يعني مستوى الصوت يكون كله في مستوى واحد ولا بيرتفع شوية وبينزل شوية على حسب الكلام اللي هو بقرأه. عندنا هنا التشابه ودي كل ما بترتفع بتحسن قيم النطء بتاك الكلمات. طبعا تقدر تستخدم اسوات تانية كتير. يعني وس هتلا عندك اصوات رجال مثلا لو استخدمت صوت الشخص ده وتغطي على استخدم كده. وخلينا نتغطي على تحويله ونسمعه. كان يوما جميلا في الصحراء. وكان يوما حلوا للطفل الذي كان يدعى عبدالله. كان عبدالله يتمتع بالسفر في الصحراء مع ابيه وعائلته. في طريقهم اكتشفوا قصر جميل. صوته برضو كويس ومقبول. ولكن ممكن ما يكونش مناسب للقصص فاحنا اختارنا صوت يعني هو وده يعتبر صوت زي ما هما بيقولوا. طبعا عليه اسوات مشاهيرك تقدر تستخدمها وممكن تستخدم صوتك انت وهو يولد لك بعد كده النصوص له. كمان ممكن تحول اي ملف لو عندك ملف او ملف او ملف صورة او اي ملف عموما تقدر تضغط على استرداد النص هنا وهو هيقرأ النص من الصورة او هيقرأ النص من او هيقرأ النص من ويستخدمه مباشرة داخل البرنامج. لو روحنا على تغيير الصوت هنا هتلاقي هنا اصوات ناس كتيرة جدا هتضغط على خط كده. تقدر استخدم اصوات اي حد من اصوات دي. هننتظر لحد ما يخلص تحويل. خير كده هو ضيف لك شوية اصوات ناس مشاهير زي مثلا عندك دونالد درامب. طبعا كلهم ناس اجانب يعني ايلوم ماسك ارنولد شروزينجر. ناس كلها ناس اجانب يعني. هننتظر لحد ما يخلص جاري التحويل دي. يخلصها عشان نبدأ نستخدم صوت ونشوف هل فعلا البرنامج هيقدر يحوله بنسبة كويسة ولا لا. كده احنا رفعنا له صوت محمد حولهن على طول الى صوت دونالد درامب اللي هو مرفوع هنا. لو جانس كويس احضر بموكي لا ايدا دي تي مجهد دفايل. اه مش حلو الصراحة. لو رحنا على استنساخ الاسوات دي استنساخ الاسوات بقى تقدر ترفع له صوت اي حد وهو يحوله لك الى صوت الشخص اللي انت عايزه. عندنا بعد كده خاصية تحسين الاسوات والخاصية دي بسمح لك ان انت تقلل الضوضاء في الخلفية او تحسين جودة الصوت او تنقية الكلام من الضوضاء. ودي تقدر تستخدمها في ان انت تسجل اصوات اه يعني جودة احترافية من غير ما يكون فيها دوشة. عندنا بعد كده يا راب الزكاة الاصطناعة تقدر تكتبله اي نص هنا وهو يحوله لك يعني يغنيها لك باغنية الرب. يضيف لك بعض مغنيين الرب هنا تقدر تستخدم اصواتهم. في ان انت تخليه يغني اي حاجة. عندنا الخاصية الاخيرة وهي تحويل الكلام الى نص. لو انت عندك ملف صوتي تقدر ترفعه له وهيحولك الملف في الصوت ده الى كلام مكتوب. يعني عكس الخاصية الاولانية. ولكن لازم يكون الملف اللي انت ترفعه يكون دقيقة او اقل. وبيديك شهريا مية عشرين دقيقة في الاشتراك بتاعك عشان تستخدمه. لكن انا شايف ان ان هي الخاصية بتاعت تحويل النص الى كلام دي خاصية ممتازة جدا. وجودة الصوت فيها احترافية. في ان هو بيحول النص الى صوت بجودة احترافية. مفيش فيها اخطاء. بحيث ان هم ضايفين كمان الزكاة الاصطناعية ان انت تولد النص من داخل الاداة. دي شيء كويس جدا. في النهاية اتمنى اكون استفدت من الفيديو. لا استفدت تتخليش عليا بلايك واشتراك. هسيب لك رابط الموقع للتحميل البرنامج في وصف الفيديو. تقدر تنتهي الى مباشرة واتجربه بنفسك. واتمنى اكون استفدت من الفيديو. لا استفدت تتخليش عليا بلايك واشتراك. كان معك احمد. وفي النهاية يمكنك الاشتراك في قناتنا منستر للمعلوميات. لمشاهدة المزيد من الفيديوهات لتنمية مهاراتك. شكرا لكم على المشاهدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.